السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم عزائي معاكم المنذر السفن نتعرف في هذا الفيديو على طريقة تعامل برنامج الإلستريتور مع الألوان فلو كان لدينا هذا تصميم الإنفوغرافيكس ونحتاج القيام بتلوين العناصر داخل هذا التصميم نحدد مثلاً على أي عنصر لدينا هنا لون التعبئة ولون الحد الخارجي للقيام بالتلوين ننقر مرتين على أي عنصر ونقوم بتلوينه باللون المناسب أيضاً نفس الأمر الحد الخارجي ننقر مرتين نستطيع عكس اللونين بالضغط على هذا السهم ليقوم بقلب اللونين التعبئة والحد الخارجي وكذلك نستطيع من الاختصار shift مع حرف x من لوحة المفاتيح ليقوم أيضاً بقلب اللونين لو أردت إلغاء التعبئة أو إلغاء الحد الخارجي فهو بتفعيل الجزء ثم نضغط على هذا الرمز ليقوم بإلغاء لون الحد الخارجي أيضاً إذا فعلنا جزء التعبئة وضغطنا أيضاً على هذا الرمز أو عن طريق الإختصار سلاش من لوحة المفاتيح حتى يلغي تعبئته نستطيع أيضاً استخدام نافذة الكلر بالتحديد على أي جزء ونختار اللون المناسب أيضاً نفعل جزء الآخر ونختار اللون المناسب للحد الخارجي القيام بتفعيل إحدى الجزئين فلا نحتاج للرجوع إليهما فقط الضغط على مفتاح X من لوحة المفاتيح حتى يقوم بتفعيل الآخر الآن يقوم التفعيل على التعبئة نضغط على X ليقوم بتفعيل الحد الخارجي نستطيع الآن تفعيل التعبئة عن طريق مفتاح X ونختار اللون المناسب نفعل الآن حد الخارجي وبإمكان الآن إلغاء الحد الخارجي عن طريق رمز سلاش من الحاكمة فاتيح أو الضغط على هذا الرمز من هذه النافذة بالإمكان أيضا استخدام نافذة لسواجز لاختيار لون من هذه الألوان نختار أي لون من هذه النافذة حتى يقوم بتلوين جزء المفاعل الآن لوني الجزء الخارجي أفعل الجزء الداخلي عن طريق الضغط عليه أو بالضغط على مفتاح X من لوحة المفاتيح حتى يفعل ليها وأختار اللون المناسب حتى يقوم بتلوينه أفعل الجزء إلى آخر وألغي الحد الخارجي من هذا الجزء تعاون أن نقوم بالتلوين من نافذة لسواجز نحدد على هذا الجزء مثلا نختار أي لون من هذه الألوان أيضاً الجزء الثاني نختار أي لون والجزء الثالث نختار له أي لون مناسب إذا لم تعجبك هذه الألوان وأحببت أن تحضر ألوان أخرى فتستطيع البحث بالإنترنت على أي موقع يعطيك ألوان متناسقة إحدى أشهر هذه الموقع هو موقع color.adobe.com ثم نذهب إلى نافذة إكسبلور ثم من هنا All Sources نفعل Color Theme ونختار أي واحدة من هاي رح أختار المست بابولر الأكثر شيوعاً تظهر لنافذة مليئة بالألوان المتناسق نختار أي واحدة من هذه القماشيات ولتكون هذه القماشية ونأخذ ألوانها إلى برنامج الإلستريتور هذا هو كود اللون يسمى كود هيكس رح ننسى خوب الضغط عليه حتى يقوم بنسخه من هذا الموقع نرجع إلى برنامج الإلستريتور نختار مثلاً هذا الجزء ننقل مرتين إن كان على اللون الأمامي أو الخلفي وننسق هذا الكود في هذا الصندوق الآن بضغط على OK رح يعطيني نفس اللون وهكذا نقوم بنسخ بقية الألوان ووضعها في برنامج الإلستريتور لو أعجبتك هذه الألوان وتريد الاحتفاظ بها تستطيع تحديد هذا اللون ثم من نافذة السواجز تضغط على رمز الزائد هنا حتى يقوم بحفظ هذا اللون لك تستطيع تسمية هذا السواجز بأي اسم أو تبقيها على نفس هذا الاسم هذا التكوين اللون من نظام الـ RGB رح أبقي على نفس هذا الاسم ثم أضغط على OK حتى يقوم بإضافتها لنافذة السواجز أيضاً هذا الجزء أحدد عليه أضغط على الزائد حتى أحفظه وأحفظ أيضاً اللون الثالث تستطيع جعل كل هذه الألوان في مجلد واحد حتى يسهل الوصول لها بسرعة نحدد عليها جميعها مع مفتاح شفت ثم نضغط على رمز المجلد حتى يظهر لديها النافذة نسميها بأي اسم وليكن ماي كالر نتأكد أنه موجود الـ Selected Swatch حتى يضع الألوان المحددة في داخل هذا المجلد نضغط على OK حتى ينقل هذه الألوان إلى مجلد جديد ولو أحببت حفظ هذه الألوان حتى تستفيد منها لاحقاً فتستطيع بالضغط على هذه الأسهم الثلاثة واختيار Save Swatch Library as ASE وهذه إحدى صيار حفظ الألوان ونحفظها في أي مكان في جهاز الكوميتر مع الاسم المطلوب أضغط على Save سيتم حفظ هذه السواجز ومتى ما أريد إحضار هذه السواجز فمن نفس الرمز هنا تختار Open Swatch Library ثم Other Library حتى تقوم بإحضار هذه السواجز التي حفظها الآن نستطيع تطبيق هذه السواجز على المشروع اللدينا نحدد على أول عنصر ونختار اللون المناسب أيضاً عنصر الثاني نختار اللون المناسب هناك أمر جميل في الإلستريتور وهو تستطيع أن تأخذ أي لون من مكان آخر في المشروع فمثلاً أريد أن أجعل هذا اللون نفس اللون الشكل هذا ونفس اللون هذا الجزء نحدد على هذا الجزء نختار من هنا أداة الـ Eye Dropper الآن ما زلنا محددين على هذا الجزء فقط نضغط على الشكل الذي نريد أن نسحب منه اللون حتى يجعل هذا اللون من نفس اللون هذا الجزء نكرر العملية نحدد على هذا الجزء لكن الآن أنا الأداة هي Eye Dropper رح أضغط على Control حتى أستطيع الوصول إلى أداة التحديد أحدد على هذا الجزء ثم أضغط على هذا اللون حتى يتم سحب اللون تبعه أيضاً أضغط على هذا الجزء مع Control ثم أسحب اللون من هذا الجزء أحياناً تكون ترسم ومستعجل أنك تروح على أداة الـ Eye Dropper حتى تكبس عليها ثم تسحب اللون من مكان آخر لا تحتاجي هذا الأمر إذا كنت تصمم أو تحرك أي جزء وما إلى ذلك وتريد بسرعة أسحب اللون من مكان آخر فقط تضغط على مفتاح Eye من لوحة مفاتيح حتى تصبح الأداة بأداة Eye Dropper تأخذ اللون من هذا المكان ثم تتابع تصميمك في الرجوع إلى أي أداة تختار مثلاً هذا الجزء نضغط على Eye حتى تأتينا Eye Dropper ونسحب اللون من أي مكان أيضاً أمر آخر جميل مع أداة Eye Dropper أحياناً مثلاً تريد أن تستخدم اللون الأخضر في تلوين أكثر من جزء فمن الصعب عليك مثلاً تحدد على هذا الجزء وتأخذ اللون الأخضر ثم تحدد على هذا الجزء وتختار اللون الأخضر تستطيع أن تعمل هذه بشكل أسرع وهو التحديد على Eye Dropper ثم تسحب اللون من أي جزء حتى يصبح هنا اللون نفس اللون الجزء الذي سحبته الآن تضغط على أي شكل تريد أن تجعل هذا اللون له مع مفتاح Alt مثلاً هذا الجزء أريد أن أجعله أخضر فأضغط مع مفتاح Alt حتى تصبح شكل الأيقونة كأي دربة تريد أن تنقط اللون نضغط الآن على هذا الجزء حتى يتم تلوينه نضغط مثلاً على هذا الجزء ونضغط على هذا الجزء حتى نعطيه نفس اللون نترك الآن مفتاح Alt نسحب مثلاً لون هذا الجزء نضغط هنا على مفتاح Alt حتى يعطي اللون نضغط هنا مع مفتح Alt حتى يعطي اللون نسحب الآن جزء الأحمر ثم نضغط على Alt حتى نعطي هذا اللون ونضغط هنا مع Alt حتى نعطي هذا اللون نشاهد أنه من جميل جدا التعامل مع أداة الآيدروبر لكن احذر من أمر مهم هذه الأداة لا تأخذ فقط اللون هي تأخذ كل تنسيقات العنصر اللي أخذت منه اللون خلونا نقرب لنفهمكم القصة مثلا هذه الرسمة كان لها حد خارج فأنت وقت تتحدد على هذا الشكل حتى تسحب منه اللون نضغط الآن على مفتح I ثم نضغط على هذا الشكل رح يعطيه نفس اللون ونفس الحد الخارج فأداة الآيدروبر لا تسحب فقط اللون إنما تسحب كل تنسيقات نفس الموضوع للنصوص فمثلا لو كان هذا النص بحجم أكبر وأيضا بغير نوع خط فالآن إذا أردت أن أسحب نفس اللون فأضغط على مفتح I عندما أسحب اللون سيسحب لي كل التنسيقات اللون مع الحجم مع الشكل رح أقوم بالتراجع أكثر من مرة لو أردت مثلا سحب فقط اللون من شكل آخر بدون تنسيقاته الكامير فالأمر سهل جدا تحدد على هذا الشكل ثم نضغط على الشكل مع مفتاح Shift من لوحة مفاتيح حتى يأخذ فقط اللون ويعبئه إلى اللون المفعل حاليا يعني أنا مثلا حاليا مفعل لون التعبئة فلما كبست على هذا اللون مع Shift قام بوضع لون التعبئة لهذا الشكل باللون الأحمر لو أنا مثلا حاليا فعلت اللون الخارجي كبست على مفتاح X فلما أضغط على هذا الشكل مع Shift رح يجعل لي الخط الخارجي هو اللون الأحمر وليس لون التعبئة لأنه الآن المفعل هو اللون الخارجي بالتالي إذا هذا مثلا الشكل أردنا أن نسحب كل شيء مع تنسيقاته فقط نضغط عليه ليقوم بسحب اللون وتنسيقاته جميعا أما إذا أريد تسحب فقط اللون أتأكد أنه المفعل حاليا هو لون التعبئة ثم أضغط على هذا الشكل مع مفتاح Shift من لوحة مفاتيح حتى يقوم بوضع لون التعبئة لهذا الشكل من نفس اللون اللي ضغطت عليه سأقوم بالتحديد على هذا الشكل وأنسخ كل تنسيقات هذا العمود بدون أي مفتاح بالضغط عليه حتى يقوم بوضع نفس اللون لهذا الشكل أيضا هذا الشكل أحدد عليه مع Control ثم أسحب نفس تنسيقات هذا الشكل مع حد الخارجي مع لوانه لهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر